أستاذ العريبي عبدالقادر صباح الخير شرفتمونا بحضوركم معنا صباح الخير أشكرك سيدة أما على هذه الدعوة وأشكر أيضا المشاهدين أفضل شكرا إذن اليوم 5 ديسامبر يصادف اليوم العالمي للتربة والجزائر جزء مهم من هذا العالم بالضبط أكيد نحن يجب بمعرفة أن هذا اليوم العالمي للتربة نحتفل به في 5 ديسامبر لكل سنة وتم وهذا المناسبات على اليوم يتهدف إلى تعزيز أو زيادة الوعي فيما يخص التربة نحن كل سنة نقوم بأيام تحسيسية في الماء وإلى آخره لكن التربة إذن تلعب دور هي الأساس بالتالي خاصة فيما يخص الإنتاج تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الغذائي بس أريد أن أضيف نقطة فيما يخص هذا اليوم تم إقرار هذا اليوم يقبل الجمعية العالمية للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2013 وبالضبط في دعم بالتالي يهدف تسليط مثل ما نقول نحن الضوء على دور التربة في الزراعة والبيئة والأمن الغذائي وإلى آخره بالتالي يجب المعرفة أن التربة تعتبر مثل ما نقول نحن من بين الموارد الطبيعية الأساسية أكيد الأساسية التي تدعم نمو المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للبشر والحيوانات مع ذلك بالتالي يجب أن نقتنم هذه الفرصة لليوم العالمي للتربة على ما تكون هناك أيام تحسيسية يوم تحسيسي ووعي في نفس الوقت وتكون هناك مثل ما نقول نحن مبادرات تهدف إلى تعزيز المعرفة والبحث حول الطرق لأن هناك طرق للمحافظة على التربة الوقاية والمحافظة على التربة هي ككل كائن حي يجب أن نحافظه عليه ونرعيه طيب أستاذ العريبي عبد القادر كل عام نحتفل بهذا اليوم العالمي للتربة وكل عام عنا شعار شعارنا هذه السنة شعار سنة ألفون واربع وعشرين يخص البيانات والمعلومات بمعنى بمعنى أنه لما تكون البيانات والمعلومات تلعب ضور كبير نعم عندما نحwierك عن المعلومات والبيانات ننقصد به البيانات فيما يخص خصائص التربة ولما نحق على خصائص التربة يعني هناك خصائص فيزيائية خصائص كيميائية وخصائص بيولوجية الخصائص الكيميائية مثلا ظلن حموذة التربة ملوحة التربة العناصر الغذائية نيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم العناصر الخصائص الفيزيائية مثل الكثافة البنية وإلى آخر بنية التربة وإلى آخر هذه كل خصائص سوف تلعب ولم تكون لدينا معلومات عن هذه الخصائص ليس ممكن اتخاذ القرارات القرارات فيما يخص كثير من الأشياء بما أنه اليوم نحكي على الاستدامة في الزراعة المستدامة بالتالي اتخاذ القرارات فيما يخص الحرث فيما يخص كمية الساماد الأسميدة المستخدمة بينها الأسميدة النيتروجينية والفوسفاتية وإلى آخر القرارات فيما يخص تكيف الطربة في تغييرات الملاخية التي نشهدها اليوم قرارات فيما يخص التخطيط نوعية المزروع لأننا نعرف اليوم أنه على مود تكون عندنا فكرة عن نوع المحصول الذي يجب اختياره لو لم تكون عندك معلومات وبيانات عن الطربة بالتالي المحصول النوعية المحصول التي نختارها فيما بعد فيما يخص هذا المحصول لا تكون مناسبة لنوع التربة وبالتالي هذه البيانات والمعلومات ستلعب مثل ما نقول نحن شيء أكثر أيضا فيما يخص إدارة المخاطر البيئية اليوم نعرف أنه لا تكون عندك معلومات عن الطربة فيما يخص العناصر الثاقيلة مثل الرصاص والزينك وإلى آخره هذه العناصر لو تتوجد بتراكز عالية سوف تؤثر سلبيا بالتالي لما تكون عندك معلومات فيما يخص هذه يمكن أن يكون عندنا فيما بعد قرار فيما يخص إدارة المخاطر البيئية أيضا فيما يخص تانية استخدام المياه والأسميدة مثل ما قلتنا لما تكون عندك الخصائص معروفة فيما يخص اليوم أن يوم نحكي على الذكاء الرئيس الذكي الرئيس الذكي يحتمد أيضا على نوعية التربة يعني يجب أن تكون عندنا معلومات فيما يخص هذه التربة أيضا تعزيز الأمن الغذائي يعني هذا يعني بتالي تسهم المعلومات الدقيقة عن خصوبة الترب إما خصوبة لما نحكي عن خصوبة يعني خصوبة كيميائية أو فيزيائية في زيادة الإنتاج الغذاء وبطريقة مستدامة يعني أيضا النقطة هذه كلش حساسة اليوم بيب أستاذ عبدالقادر العريبي بما أنكم خبير ما شاء الله أستاذ خبير في علوم التربة رك تقول بعض الأمور علمية وتقنية خاصة بالتربة مدى استيعابها قوتها يعني صمودها المواد التي فيها الأخ الفلاح الزمان كيف كان يعرف هذه الأمور كلها باش كان يعطينا فاكية وخضرة بجودة عالية والآن أنا نعرف أن التربة رهي علم كبير كبير بطر أكيد شوف هناك هناك الفلاحة التقليدية نعرفها كل الفلاحين وأن هناك أيضا الفلاحة الحديثة اليوم الفلاحة الحديثة اليوم هو استخدام مثلا التكنولوجية الحديثة لما نحكي عن التكنولوجية الحديثة والاستشعار للبعد الأقمار الاصطناعية النظم المعلومات الجغرافية العلم تطور بالتالي اليوم الفلاحة لما نحكي عن الفلاحة الذكية في نفس الوقت لأنه لما العلم يتطور بالتالي كمية السامات التي تستخدم فيما بعد تكون بطريقة عقلانية بالتالي مثلما نرى الجرارات وإلى آخره الفلاحة التقليدية كانت موجودة كانت عندها إنتاج هذا الإنتاج لما تقول من زمان يعني مثلا نقول استخدام المبيدات والأسمدة كانت بطريقة غير محسوبة لكن كانت أنظمة يعني كانت عندها نتائج لكن اليوم العلم تطور والبحث العلمي تطور بالتالي يعني يمكن الحصول على إنتاج متزايد لكن بطريقة هذا الإنتاج يكون محافظ يكون بطريقة مستدامة لأن اليوم لو نزيد في الإنتاج وفي نفس الوقت نلوث نقوم بعملية تلوث التورا يعني ما فيهاش إيجابيات في هذه الحالة طيب حتى أستاذ عبدالقادر العريبي نرى في السنوات الأخيرة وجهة كبيرة من طلابنا الناجحين في شهادة الباكالوريا نحو المدرسة الوطنية العلية للفلاحة لما يرجع هذا الوعي الكثير شاهدنا كثير من المعدلات الثقيلة راحت لهذا الميدان أكيد جميل مفرح مفرح لا نفرح اقتصاد الجزائر لكن نفرح أكثر شيء لو أيضا المهندسين خرجين أيضا المدارسة الوطنية العلية من بين المدرسة الوطنية العلية للفلاحة يدخلون في جانب الشغل وهذا كل شيء مهم في المدرسة الوطنية العلية للفلاحة حتى السوق أو المستوى الوطني أو المستوى الدولي على المستوى الوطني هناك مثل ما نقول هناك برنامج لزيادة المساحات المروية اليوم فيما يخص المجلس المزرatique كانوا يحكيون على زيادة مساحة الترب لتكون بالرأي زيادة المساحات. هذه سيطلب مهندسين مختصين. بالتالي المدرسة الوطنية العلية للفلاحة سوف تلعب دور. والطالبة اليوم عن طريق الانترنت وعن طريق الذكاء الإصطناعي. اليوم الذكاء الإصطناعي موجود في المدرسة الوطنية. وقت تالي من هذه الفرصة على موذ أقول أنه هناك اختصاص جديد في المدرسة الوطنية العلية للفلاحة منذ تقريبا حوالي سنتين. يخص الزراعة الدقيقة. بالتالي اليوم الطالبة لما يشوفوا كان هناك استخدام التكنولوجيا الحديثة من بينها الذكاء الإصطناعي. الأقمال الإصطناعية. اليوم نستخدم الدرون. طائرة بدون طيار في الفلاحة. بالتالي الفلاحة اليوم أرى عصرنا. كان رقمنا في الفلاحة. الآن الجزائر دخلت تكنولوجيا والرقمنا في أغلب المجالات. ونحن دايما نرى سباقين في هذا الميدان وهذا المشروع. بالضبط. الرقمنا. وخاصة بما تكلمت عن الرقمنا. ونقتنم هذه الفرصة. أن هناك مشاريع. لدينا مشاريع إما مع القطاع الخاص. ودينا اتفاقية. وقعناها مع الوكالة الفضائية. وقعنا اتفاقية مع مراكز بوحوث. على مدة تكون هذه الرقمنا تكون في القطاع. في خدمة. في خدمة المجتمع. لأننا في الآخر الإنسان. هو يعتبر النقطة النهائية في هذه الحوصلة. في هذا المصار. بالتالي الرقمنا ستلعب دور. لكن الإحصاء سيلعب دور. اليوم تنبؤ. نحكي عن تنبؤ كثير. لكن تنبؤ. لازم تكون عندك إحصاء. تكون عندك الرقمنا والإحصاء. تقنيات حديثة. تقنيات حديثة. ونحن في المدرسة اليوم نلعب دور كبير فيما يخص استخدام هذه التقنيات. ومفتوحين إما على المستوى الوطني. فيما يخص اتفاقيات برامج بحوث. تطبيقات للطالبات. تطبيقات للأساتذة وإلى خيره. وإما على المستوى الدولي. عن طريق اتفاقية مع جامعات أوروبية. وجامعات أخرى. فيما يخص تطبيقاتها. في تطبيقات هذه المجالات في مدان الزراعة. هو يوم عالمي والجزائر تحت في الكسائر دول العالم. بهذا اليوم العالمي للتربة. إذن وين نرانا مع العالم كله الجزائر؟ ونرانا لاحقين؟ أكيد أن الجزائر موجودة في شمال إفريقيا. موقع استراتيجي. موقع استراتيجي بالضبط. وما ننسى اليوم 45 مليون نسامة. بالتالي لازم نكونوا واحدين في هذا العالم. نحن فعالين من وفاق هذا العالم. بعد الضور التي عنا. عنا دور كبير ومتقيل. أما الدور على المستوى الوطني. مستوى الإقليمي والمستوى الدولي. بالتالي خاصة اليوم نستهلك القمح. وعنا كل من الناس يعرفون أن الجزائر من بين دول المستلكة للقمح. بالتالي لازم تكون عندنا هناك خطة وتكون هناك استراتيجية. وهذه الاستراتيجية تحتمد على ما يحدث اليوم على المستوى الدولي. لأن هناك تغييرات جيوستراتيجية أو جيو سياسية. هذه سوف تؤثر. لو لا نكونوا نحن جاهزين. و لا نكونوا نتحاضرين في ما يخص هذه النقطة. سوف تؤثر على الناس البيين. بالتالي لازم نبرز وجودنا. ونقلوا بالجزائر الموجودة. على موضة اتخاذ القرارات المناسبة في مصلحة البلد وفي مصلحة الشعب الجزائري. إذن أنا نشكرك جزيل الشكر. وأنا جد فخورة. لأن المدرسة العليا للفلاحة فيها تقنيات جديدة. رقمنا وتكنولوجيا الذكاء لإصطناعي تستعمله طلابنا. يعني ما شاء الله. شكرا. شكرا. إذن أستاذ العريبي عبدالقادر أستاذ خبير في علوم تربة سعيدنا جدا باستضافتكم. أشكرك على هذه الدعوة. إن شاء الله تكون هذه ليس فقط المرة الأولى. سوف نلتقي إن شاء الله في مرات أخرى. ولكن فيما يخص تطبيقات أخرى. في مجالات أخرى وعندها علاقة مع الزيراعة والفلاحة. أكيد أكيد أنا نقول لك بالتوفيق. لأنه يوم حافل اليوم عنكم عديد الندوات واللقاءات. نقول لك يومك موفق إن شاء الله. شكرا. شكرا على الجميع. الله يخليك.